خلينا أقول لكم أو قطاع الرجال يعني أو الرجال والشباب والناشئين خلينا أقول لحضركم أن احنا آه يمكن خسرنا دول السوبر ولكن احنا فوزنا بالدرع العام الحقيقة أنا عايزة أتوقف عند الخبر ده يمكن ده لو دل فبيدل على أن قطاع كرة السلة رجال في نادي الأهلي بيتصدر المشهد في مصر ويمكن خسارتنا دول السوبر ده مش معناه أن احنا بعيد احنا بنبني فرقة وراحين إن شاء الله على الفوز وهي ده وكرة السلة هي كده لو هتاخدوا بالكوا هتلاقوا أن انت ممكن يفوت عليك سنتين تاته عشان تاخد الدوري تاني مش زي كرة القدم ومزي الألعاب الأخرى المنافسة جديدة 5-6 فرق بيتحدد كل سنة من بطل الدوري يمكن نادي الاتحاد البطل قعد عشر سنين ما ياخدش البطل السنة دي قعد عشر سنين ما يحصلش على بطولة الدوري العام يعني بقول لكم أن البسكت لعبة صعبة اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة سلم النادي الأهل الدرع العام لبطولة الاتحاد المصري لبطولات الاتحاد المصري كرة السلة عن موسم 19-20 وده حصل عن مجمل نتائج الفرق المختلفة في الموسم اللي خلص يوم الخميس اللي فات بالنسبة للرجال وسلم الدكتور مجد أبو فريخة ومعاه طبعا كابتن رحاب الغنام والأستاذ أهاب محسن أعظم اجزدارة الدرع الكابتن طرل الغنام المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة وده على هامش حفل توزيع جوائز دوري السوبر النادي الأهل يفاز بالدرع برصيد 35 نقطة جوم الزيال 35 نقطة دول مركز أول 18 سنة شباب 7 نقاط مركز أول 20 سنة شباب برضو 7 نقاط مركز ثاني كأس مصر 7 نقاط مركز ثاني دوري السوبر 8 نقاط مركز ثالث دوري مرتبط 6 نقاط المجمل خلى النادي الأهل في الطليعة فده يدل أن النادي الأهل سواء قطاع الناشئين أو الفريق الأول بنيسير على خطة جيدة والحقيقة برضونا عايز أقول أن الناس اللي بتسأل عن الفريق الأول يعني العمل الشغال على قدم وصاق لدعم الفريق والحقيقة فيه صفقات النادي الأهلي حقيقة بيتكلم فيها وماشي فيها يا رب يا رب ان شاء الله نوفق فيها بشكل كبير لأن الصفقات دي هتكون إضافة قوية للفريق الأول لكرة السلة عشان ان شاء الله العام القادم نكون على منصة التتويق كمركز أول